توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 729 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 796 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 70 طن كما تم ضبط أكثر من 663 طن في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 53 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 958 قضية من بينها 192 قضية خبز نقص الوزن و200 قضية خبز غير مطابق للمواصفات